اشتركوا في القناة رح افتح عليه التعليقات والسبب انه انا اخد قرار انه انا بعد ما رجعت بعد الانقطاع عن السوشال ميديا اخد قرار انه لما بدي افعل التعليقات ويقدروا الناس انهم يتفاعلوا مع الفيديوهات بدي يكون في سبب واضح وبهذا الفيديو بتخيل انه انا I need some feedback بحاجة لمراجعة منكم بحاجة لأسمع رأيكم بحاجة لأشوف انه كيف الناس بتفكر بهذا الموضوع بدي اأكد على شغلة مهمة انه افكارنا بتتغير ما في شيء مطلق وما في شيء مؤكد 100% انه رح يضل على حاله والشيء اللي رح اعرضه قدامكم اليوم هو رأيي الخاص في هاي المرحلة اول سبب بصراحة انه الافكار مكررة وفي بعض الاحيان بيكون فيه تطابق ايضا بالفكرة انا اطلعت على كتير كتب في المساعدة الذاتية وزي ما حكيت لكم كنت كتير مهتمة في هذا المجال وكتير قرأت فيه ولكتاب عرب كتاب اجانب حتى كتاب من اليابان قرأت كتير في هذا المجال واللي قرقني في هذا الموضوع انه الافكار هي هي يمكن فيه ست افكار ومحاول رئيسية بتناقشها كل كتب التنمية البشرية والطاقة البشرية هي افكار صحيحة واكيد مهمة وتبنى عليها الحياة يعني ولكن لما احنا عم نقرأ نفس الكتاب ولكن بغلاف مختلف شو الفايدة تانيا اطلعت على مجموعة من المواقع ومجموعة من الدراسات اللي بتحكي عن الكتب الاكثر مبيعا حاليا في الاسواق واللي معظمها بصب بدائرة السلف هيلب او التنمية البشرية والطاقة البشرية تمام حلو اكيد في كل فترة بيجي هيك نوعية كتب معينة هي اللي بتكون الاوسع انتشارا وهي اللي مطلوبة في الاسواق ولكن لما تكون هاي النوعية هي الدارجة واحنا عم نكرر بنفس الافكار بنحطها بغلاف جديد وكل واحد يدعي انه جاب علم جديد ولكن هي هي الافكار نفسها ما فيه تجديد بالفكر ولا فيه تجديد بالطرح فبتصير هاي هي الكتب نفسها ولكن باغلفوا مختلفة ومظلنا نحكي عنها هي الاكثر مبيعا انا بدي اعطيكم نصيحة صدقا باي نوعية من الكتب لما بدكم تدخلوا على مكتبة هاي نصيحة بنصحها لا اي حدا بديروه على مكتبة خدوا وقتكم ما في حدا بيستعجلكم اطلعوا اقرؤوا لكم خمس صفحات بديش اقول عشرة خمس صفحات الخمس صفحات الاولى انسوكم من المقدمة والتقديم ابدوا في الفصل الاول اذا فعلا حسيتوا انه الكتاب غني شتكم من البداية كان به او افتحوا هيك اي فصل اقرؤوا منه خمس صفحات على الاقل ليش بحكي هذا الحكي؟ لانه احنا اذا منضلنا نشتري هاي النوعية من الكتب كل الناس وكل دور النشر رح تشوف انه تمام اذا فيه الهرواج واسعة الانتشار لكل رغبان انه يشتريها رح يضلوا يصدروا هذا النوع من الكتب انا ما بحكي انه هاي نوعية من الكتب سيئة كمان مرة بس انا بحكي انه فيه كتير تكرار في الافكار اذا ما فيه تجديد تالت شغلة لازم انوهلها ولازم احكي عنها لو ممكن تتفقوا معي ممكن انكم تعترضوا ولكن الاساس انه انا لاحظت في هاي النوعية من الكتب خصيصا ولو انه فيه نوعية كمان اخرى من الكتب بتم فيها السرقات الادبية الا اني لاحظت في كتب المتساعدة الذاتية والتنمية البشرية في كتير سرقات الناس ويلنجلي عم بتغطي عينيها وما بدها تنتبه انه هاي الكلمات او هاي الافكار مسروقة سرقة ادبية وما لها اي اسم تاني واجب التنبيه لهذا الموضوع فكونوا حرسين على هاي الفكرة انا بحس انه السرقات الادبية من اسوأ انواع السرقة انت عم تاخد اختزال تجربة من حدا تعب واخد وقته هو بيكتب هاي الكلمات وعم تاخدها على البارد المستريح وبتحطها تحت اسمك الشيء الرابع والاخير فكرة انه من يفهم ومن لا يفهم في هذا الاطار بيكتب فيه هلا انا مع انه الواحد يشارك تجربة عندي تجربة معينة تستحق المشاركة بشاركها عندي فكر معين حابب اني اطرحه وبحس انه مختلف عن كل الكتب اللي موجودة في الاسواق بطرحه عندي دراسة علمية ما عمره سماع عنها حدا او انا عملت دراسة علمية واسنتها لبحوث معينة ولريسورسز وحبيت اني اشاركها كان به ولكن انه احنا نطرح ذات الفكر ونعمم ثقافة نعتقد انه احنا ابتدعنا شيء جديد وانه احنا بنفهم بكل شيء لا للأسف انا هون دوجه رسالة هيك عامة انه لا مش الكل بيفهم بكل شيء واللي بتفهم فيه احكي فيه اللي ما بتفهمش فيه ما تحكيش فيه معظم دور النشر صارت مهتمة كتير في هذا المجال تدعو الكتاب انهم ينشروا في هذا المجال لدرجة انه صار الموضوع ينلاك زي للبان زي العلكة رح نوصل لمرحلة صراحة مش حلوة فضروري انه نوع على هذا الموضوع ونعرف وين نحط حدود حلو انه الاشي يكون الهدف منه انه احنا نعزز التنمية البشرية نعزز الطاقة البشرية وانه كل واحد مسؤول عن نفسه وعن قراراته كل الافكار اللي بتدعو الها الطاقة البشرية والتنمية البشرية والمساعدة الذاتية وكيف انه وقتك كتير قيم هاي افكار موجودة من زمان من وقت ما بدت الحركة هاي حركة الطاقة البشرية والتنمية البشرية موجودة طرحناها لازم هلأ يدخل عليها تجديد اذا ما حدا بده يجدد في هذا المجال الافضل انه نكتفي بالكتب الموجودة قردي بالاسواق وما نزيد على البيئة بان ننشر كتب صراحة ما في منها اي فايدة عم نضر البيئة منزيد بعدد الاوراق اللي موجودة منستغل الشجر لشيء ما في منه فايدة بس عشان نحط اسمنا على كتاب وننشر كتاب ونقول طلعنا كتاب في هذا المجال عشان اكون معاكم صريحة جدا كنت عم بشتغل على كتاب وهلأ انا غيرت الايدولوجية تماما تاعت الكتاب الفكر تماما اتغير ليش لاني انا وقفت بيني وبين حالي وحكيت مع حالي بشكل صريح انه هل انا عم بعرض فكر جديد ولا بكرر نفسي هل انا بضيف شيء جديد للأفكار هاي ولا لا والشيء اللي حسيته مكرر مباشرة اخدته من الكتاب الشيء اللي حسيته انه بطرح فكر جديد ابقيت عليه في الكتاب محاسبة النفس شيء كتير مهم وبهذا الموضوع بالذات موضوع الكتب لازم كتير نكون حرصين عليه لانه احنا ما منعرف مدى التأثير اللي ممكن نتركه عند الناس وما منعرف انه احنا لقدام هل احنا منعيق التطور الثقافي اللي موجود في العالم ولا احنا عم نبني عليه في مجموعة كتب وصراحة اذا بتحبوا يعني ممكن تقولولي في التعليقات اذا حابين اني اخصص فيديو احكيلكم فيه عن الكتب اللي في هذا المجال اللي فعلا صنعت فرق اللي بحس انه فيها فكر مختلف ممكن اني اخصص فيديو واشارككم بمجموعة الكتب اللي انا قرأتها في هذا المجال اللي بحسها كتب مميزة سواء كنا بنحكي عن كتب قديما كتبت او حديثا باتمنا الفيديو هيكي يكون خفيف اللطيف عليكم اذا حبتوا ما تنسوا لي مني اللايك والشير اذا انتم جداد على القناة ما تنسوا تعملوا سبسكرايب اذا عندكم رأيي يختلف معي او يتفق معي بحب اني اشوف هذا الامر ورأيكم في التعليقات خانة التعليقات تحت هذا الفيديو تركولي اراءكم واذا بتحبوا تتابعوني على الانستغرام انا موجودة على الانستغرام ما عندي اي حساب على تويتر كان من فترة في حدا باعت لصديقة اللي بيسأل انه وين رح لتويتر تاع ايا انا حكيت انه انا لتويتر تبعي سكرته ما في يعني دليت اوكي كنوا بخير حتى التقيكم حافظوا على ابتساماتكم سلام